قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمني عن أبي الزناد قال حدثني المراقع بن صيفي عن جده رباحي بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحللته فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم الحق خالدا فقول له لا تقتلون ذرية ولا عسيفا قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد قال أخبرني المراقع بن صيفي بن رباح أن رباحا جده بن الربيع أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبن أبي الزناد عن أبيه عن المراقع بن صيفي بن رباح أخي حنظلة الكاتب قال أخبرني جدي جدي أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبن جريج قال أخبرت عن أبي الزناد قال أخبرني مراقع بن صيفي التميمي يشهد على جده رباحي بن ربيع الحنظلي الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فذكر مثل حديث ابن أبي الزناد ترجمة نانسي قنقر